واحدة من المزايا اللي موجودة بنظام جوجل تيفي بشكل رسمي هي إمكانية التحكم بالبوكسات اللي تعمل بهذا النظام بشكل كامل من خلال الهاتف وبدون تحميل برامج خارجية خلينا نشوف مع بعض طريقة تفعيل هذه الميزة أول شيء لازم تدخل على تطبيق جوجل تيفي المثبت على جهازك بشكل مسبق وراح تلاقيه موجود ضمن باقة خدمات جوجل ولازم يكون الحساب الموجود على الهاتف نفس الحساب الموجود على البوكس لتعمل الميزة وأيضا الجهازين متصلا بنفس شبكة الواي فاي بعد الدخول للتطبيق رح يعطينا ملاحظة بالأسفل بأن هناك تلفزيون قريب منك نضغط على هذا الخيار ونعطيه سماح ونثم نختار الجهاز اللي ظهر أمامنا نشوف عطانا كلمة مرور على شاشة التلفزيون لازم نكتبها في التطبيق ليتم الاغتران وبمجرد ما أدخلنا الكود راح يتم الاتصال وهذه الطريقة نقوم بعملها مرة واحدة فقط ولا نحتاج لتكرارها مرة ثانية هون نلاحظ طلعت خيارات جديدة بالأسفل واللي همنا هو صورة جهاز التحكم نضغط عليها مثل ما شايفين صار لدينا جهاز تحكم إضافي بكل مزايا الجهاز الأساسي نستطيع التمرير بكل الاتجاهات وأيضا ميزة البحث الصوتي تعمل بشكل ممتاز وبإمكاننا التحكم بالصوت بشكل كامل ومن النقاط الثلاثة في الأعلى نستطيع تغيير طريقة التحكم بالاتجاهات ونخليها تعمل بشكل نمسي تفاعلي ميزة ممتازة موجودة بهذا النظام للإضافة إلى ميزات كثيرة راح نتعرف عليها بالفيديوهات القادمة إن شاء الله أشكركم أصدقائي للمتابعة لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو في أمان الله